مرحب بكم الى اعزائي احمي المشاهدين ومرحب بخبرنا التحكيمين المتميز دائما كابتن ناصر عباس. اهلا بسلام بحضرك منوارنا. اللي خلي كابتن الام الانتحائدي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي كانت لاله في كل مكان. تحياتي نجوم الكبار كالعادة كابتن شريف منوارنا. نوع الكابتن. كابتن علامي هوب. كابتن السامة. وكابتن عادل. مبروك لالا لكابتن على الفوز وعلى الأداء وعلى المتعة يعني النهاردة استمتعنا بأمانة أداء من فترة احنا ما شفناه وروح ودي كانت الميزة النهاردة كان فيه روح وكان فيه حماس كل اللاعبة بتصراح 11 لاعب بالنزل ومش مجاملة وعدوا مبارك جدا وفرقة بردك إسترين عملت مبارك كويسة فاستمتعنا بشكل كبير من المباراة كتحكيم يعني قلنا في بعض إيجابيات طبعا وفيه بعض السلبات طبعا هنشوفها من خلال الحالات التحكيمية تقم التحكيم النهاردة كان موجود معنا الحكم الدولي بروهيب نور الدين الحكم المساعد المتميز وهو المتميز ليه سامير جمال يعني صراحة النهاردة عنده اختبارات كبيرة جدا وأحمد توفيق طبعا طلب وأحمد ناجي حكم رابع كان على تقنيد البر والفرحان وشريف عبد المنه شريف النهاردة كان موجود ووقع الفرحان كان الحكم اللي هو الفار نروح للحالة الأولى سريع نشاندين نهاردة حالات كتيرة ممكن أنا قللتهم نشوف الحالة الأولى نتكلم على التميز والتميز دايما بيأتي من الحالات الصعبة كابتن عادر الحالات الصعبة التحكيمية هنروح نشوف الهدف دوت هو لنادل أهلي ونشوف التمركز كابتن دكرولي زي ما أنت كده معي كده هنوقف أنا نهاردة يعني بنكلم المساعدين هذه كرة متحركة وبنشوف هنا نمر واحد كابتن أسامة تمركز الحكم المساعد نحن قلنا تمركز بقرار صحيح الحالة عاش عاش إنما تمركز خاطئ وحتى لو أنت جبت الحالة بشكل صحيح إحنا ببقى يعني إحنا مش بنصق في الحكم المساعدة لكن هنا التمركز لسامير جمال شوف لحظة اللعب أو التمريل أو اللمس وهنا هنشوف إن آخر لعب لأ تاني دكرولي هنرجع تاني مع الاشتعاش الخاطر هنرجع بس بس أيوة تمام كده آخر لعب من أسر هناك كابتن عادل كابتن علاء كابتن أسامة هو هنا المغطي بالقدم وبالتالي هنا حالة من الحالات الصعبة جدا جدا يمر بيها اللعب نادل أهلي وهنا طبعا تميز لسامير جمال خلي بالك سامير جمال نحاول حاجة جميلة جدا عمري أبدا ما كان هناك فيه فار بيراجح حالة ويكون سامير جمال موجود وأنا بشوك دايما ببقى أحمش معاه وبالفعل نهاردة دي كانت أول حالة تميز وهنا الفار شوف الفار هنا تمام نشوف الحالة واضحة جدا جدا وهنا آخر لعب من أسترين كان مغطي وبالتالي هنا هدف صحيح وتميز للحاكم ساعد رقب واحد الحالة التانية الحالة التانية ونشوف هنا اللعبة ركلة الجزاء هو هنا نمر واحد هقف وقلنا للحكام دايما قبل ما نشوف الحالة كابتن هقف هارجع تاني نشوف تمركز الحاكم ونشوف عنده هنا هل فيه قراءة لهذه الحالة وهل عنده توقع لا نشوف يا ريت أي أسطاب بس هو هنا شوف خادس زاوة داي زي كابتن هو هنا جه وقرب عشان يشوف السؤال لو هو كان هنا مثلا صعب صح طبعا لو كان هنا صعب لكن هو كان محظوظ هو كان موجود في المكان أصلا خلي بالك حال الحاكم محظوظ في المكان ذات نفسه اللي بيحصل فيه كابتن أسام الحادث وحالي بيبقى بعيد هنا محتاجة قراءة وحالي الحظ بيخدم الحاكم كابتن عادل لما يكون هنا هو طبعا يبريم كان هنا ونشوف هنا هل في مخالفة بإهمال من لاعب أسر المدافع نشوف هنا هنشوف القدم أو الرجبة اللي هي اليسرى نشوف الرجبة هنا تمام وهنا العرقلة واضحة جدا جدا وراكل جزاء طبعا بإهمال وقرار صحيح للحاكم هنا نشوف هنا تاني هنا هي رجبة لما تحط هنا في الرجبة المخالفة الحالة اللي احنا بقول عليها كان الحاكم هنا كان تمركزه جيد يلا خلينا نروح لي ستوب طبعا بذكر أنت جميل جدا لنجلت لي أثناء التنفيذ هنوقف هنوقف شوف كابتن هنا بنتكلم على حارس المرمى الأول هل تحرك حارس المرمى يعتقد أنه مكوفه كان سليم ولكن هنا بنشوف هنا اللعب هنا يسرم ده واحد دخل وهنا دخل تمام ولعب هنا دخل خلينا نتكلم في القانون هو الحاكم الحاسب والدخول والدخول يعني مصر هنا أدي واحد دكر أدي اثنين أدي ثلاثة وهنا أدي أربعة وهنا أدي خمسة ستة هنا بنقول يا كابتن اي الدخول مش فج قوي كابتن ايمان يعني الدخول مش مثلا اللعيبة دخلت كلها قربت عند نقطة الجزاء ولكن طالما هي مش مؤثر قوي هو هنا حسب ولكن الأفضل من فضلك جميع اللعبين خارج منطقة الجزاء أثناء التنفيذ نروح لأ الحالة الصعبة جدا 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 ونشوف هنا من الذي لعب الكرة أو نجح في لعب الكرة نشوف هنا في اعتراض من اللعيب استرين على مطالبة بلاك الجزاء الأول هنشوف الأول دكروي من اللعب الكرة من اللعب الكرة كابتن علاء محمد هاني لا هنرجع تاني كابتن علي نرجع بالراحة واحد اللعب الكرة لاعب استرين هنا لعب استرين يبقى راكلة مرمى هنا راكلة ركنية لا إبراهيم هنا لو أنت هتحسب يبقى هنا راكلة مرمى لأن آخر من اللعب الكرة هو مين لاعب استرين اللي هو لعب الكرة ونجح في لعب ها نشوف هنا كابتن أيمن عندي ثلاث زوايا دكروري أدي واحد نشوف هنا هل الكرة خارجت مدان اللعب السؤال بس لأن نحسأل السؤال ثاني بعد هما تلقى نرجع ثاني دكروري ماشي لو اللعبة ديت الكرة خارج مدان اللعب وفي مخالفة تحتسب عندما تكون الكرة في اللعب ولكن الكرة كانت مازال داخل مدان اللعب داخل مدان اللعب ان تحتسب المخالفة هنا هل مخالفة هل لا تفاصيل الصغيرة اعتقد ان هنا الحكم يمكن ان يوضح ولكن عندنا زاوية الأخرانية هنا نشوف هنا نشوف هنا تاني دكروي آخر حاجة من الزاوية الخلفية اللي هي من وراء من الشبكة من وراء نشوف هنا 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 في دوس ورجل هنا محمد هاني باين نواضحة جدا جدا ولكن طبعا هنا تفاصيل الصغير حكا ما شوفهاش تفاصيل ده كنت نسمع الحكا في ملائق ما شوفهاش ولكن هنا نور الفور طبعا هنا عمل تمرير للقرار وبالتالي هنا المشا مع قرار الحاكم ولكن هنا المخالفة مع هاني هنا موجودة في هذه الحالة الحالة البعد جدا نشوف هنا الحالة اللي جاية وهنا استخدام الزراع وقلنا دايما هنا أنا عندي هنا حاكم رابع الواحد اللي هو أحمد ناجي هو أنت أحمد ناجي جاي ليه؟ سؤال أحمد ناجي جاي في الحالات دي كابت ليه؟ هنا المخالفة يمكن ما تبانش أول حاكم مبارا ولكن هنا عندنا الحاكم المساعدين نشوف هنا استخدام الزراع موجود واضح جدا جدا في لعب نادل أهلي نشوف هنا استخدام الزراعة وهنا بنقول هنا الخطأ بتهول ولكن كان يجب الحكم الرابع هنا الإشارة للحكم بأن هنا في بطاقة صفرة ولكن للأسف هنا احتسب المغالفة بدون إشهار البطاقة الصفرة الحالة بعد كده حالة وردك برجع تاني سامير جمال المتميز هو نجم المباراة النهاردة كابتن عادل كابتن شريف كابتن أيمن نجم المباراة سامير جمال بحقيقة بأمانة نشوف الحالة بس تماما كده نقف هنا كابتن يقول هنا التزديد على المرمى لو ارتدت من القائم أو الحارس أو من أي حد هنا عندنا هنا اللاعب هنا تسعة سابق سابق اثنين لعيبة من سابق ودلاعب هنا سابق ودلاعب هنا سابق ثلاثة لعب أي لعب من الثلاثة دولة كابتن أي لعب حيكمل حيكمل هنا سامير ربط كواسة قوي 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 خلي بالك لعبة مركبة لاحظة تزديد هو خد واحد اثنين ثلاثة خدهم إذن أي حد هنا حتى الفار هنا بيأكد على القرار الثلاثة هنا في تسلل نشوف نشوف فقا اللعبة ديت لعبة مهمة جدا جدا وبحية طبعا فيها حارس المرمى مصطفى شبير اللي كان عنده رد فعلي سريع جدا جدا في هذه الحالة يعني وربنا كلل جوده بالخير يعني سبحان الله ونما صدها هنا كان تسلل وتسلل هنا من سامير الجمال تسلل وواضح يلا الحالة اللي بعد كده نشوف هنا الحالة اللي جاية ونشوف هنا أيضا حالة من الحالات المهمة ونشوف هل في تسلل أيضا عند سامير جمالة كابتن نشوف كم حالة عند سامير هنا يلاحظ أن يلاعب الأهلي هنا مغطي وبالتالي لا وجود لتسلل وبالتالي هنا هدف صحيح الحالة اللي بعد كده تمام والفار هنا كان أكد على قرار سامير جمال وتمركز رائع يا سامير برافو عليك النهاردة النهاردة مهمة جدا حالة من الحالات المهمة جدا جدا نشوف خلينا أقول لك كثير من الحكام هيحصد وكثير من الحكام هيحصد لعبة حيارك ولكن في الدورة الإنجليزة كابتن هذه الألعاب هو يسمح بالاحتكاك وانت طالع أكيد يبقى فيه تلامس مع الحارس ولكن هنا نشوف هنا هل في مخالفة من رابي رامي رابيعة نشوف هنا في البداية أنا مش عاوز أظلم الحاكم ولكن هنا نشوف هل هنا الزقة بتاع ترامي ديت كابتن عادل يتمنى حارس المرمى من السعود أو من الطلوع كابتن اسامة نشوف هنا وبعد رامي يتلع يعني هنمشي مع قرار الحاكم ونقول إن القرار التحكمية ما أثرتش في نتيجة المباراة بشكل عام هم قدوا بشكل كويس نتيجة المباراة كانت نتيجة مريحة كل في هذه المباراة تمام يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق للحكام في الفترة القادمة شكرا جزيلا كابتن شيف عبد منعم قبل ما شكرك نجم المباراة نجم المباراة نجم المباراة الروح نجم المباراة الروح شكرا جزيلا شكرا جزيلا مبروك الفوز والأداء المختلف الحمد لله كابتن أسام محيرة النهاردة لكن أشايف رامي ربيعة قدها بشكل كويس مصافي شوبير قدها بشكل كويس فعني هي بينهم يعني شكرا كابتن أسام كابتن علاء ايه مش عيرك يعني مش عيرك يعني مش نجم المباراة الروح نجم المباراة الروح نجم المباراة النادي الاهلي وسامي وسامي أمسان عجبت سامي نهاردة كابتن عاد شكرا كابتن العاد ألف شكر يعني احنا محتاجين ندعم لعبتنا كويس أنا مع كبتن ولكن شايف ان كويس ان يبقى مصطفى شوبير ياخدوا افضل لعب انه مصطفى شوبير بإذن الله رب شكرا كابتن عاد ألف ألف شكر والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نتقي بكم مرة أخرى والسود التحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأراك تحياتي شكرا 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 شكرا